موسيقى اصدار البيتش بي مش هيتغير اسم الدرس هيكون how to measure the page loading time الصفحة عمل لها loading في قد ايه او created في قد ايه كل واحد مستوى الدرس هيكون very easy الحاجات اللي هنستخدمها هنستخدم حاجة اسمها micro time وهنستخدم حاجة اسمها round وهنستخدم حاجة اسمها range طبعا يا جماعة ال range دي هتكون من باب التست علشان هي هتكون محتوى صفحتنا الاصلية طيب اول حاجة عندنا في ال header هنحط variable اسمه start time start time ده يا جماعة هيكون ال variable اللي بيسجل الوقت الخاص بالسيرفر حاليا في اللحزة اللي هتبدأ فيها الصفحة ان هي تحمل وهنكتب جواه micro time micro time بيعمل ايه بقى عشان نبدأ نفهم هكتب انا micro time بالشكل ده micro time يا جماعة بيرجعلك الوقت الخاص بالصفحة وقت اليونيكس time stamp بيرجعو بالmicro second يعني هنكتب عليه return return the current unix time stamp with micro seconds طيب تعالوا نتبع كده ال start time ده نشوف شكله قبل ما نعمل اي حاجة وقبل ما نحول وقبل ما نشوف الدرس بيتكلم عن ايه بصوا طبعهولي ازاي ده اليونيكس time stamp بالmicro second طيب لو انا كتبت جواه هنا true هيرجعلي time stamp ده بطريقة الفلوت هيكون floating point number بالشكل ده ده floating point number ده الفلوت اللي انا محتاجه علشان قدر اتعامل معاه وحوله العدد الثواني في الاخر خالص زي ما هنشوف مع بعض في الدرس زي ما اتفقنا يا جماعة ده درس تطبيقي عبارة عن ايجزامبل كل حاجة موجودة فيه ان شاء الله هتشوفها في الكورس نفسه طيب الحاجة بقى اللي هي بداية صفحتي صفحتي هتكون start from here دي الصفحة بتاعتي يا جماعة وهتنتهي هنا يبقى ده الكود بتاعي والstart time ده يكون في الهيدر قبل صفحتي اصلا كلها قبل صفحتي ما تبدأ طيب الصفحة بتاعتي هعمل فيها ايه هعمل انا بس متغير بسيط كده اسمه range مثلا الrange ده هيستخدم الفانكشن اللي اسمها range range دي يا جماعة بتطبع لك من رقم لرقم معين يعني عايز اقوله اطبعلي من واحد مثلا لحد مئة الف بالشكل ده واروح هنا يقول له echo pre-code عشان احط الاري بتاعتي هنا وقول له برينت ار جوه البرينت ار حط الرينج اللي هو طبعه لي اللي هو من واحد لحد مئة الف ده واقول له echo slash print وتعالوا قبل اي حاجة نشوف ايه اللي حصل هنا يا جماعة زي ما انتم شايفين طبعلي من واحد لحد مئة الف شايفين الصفحة طويلة قد ايه طبعا انا عملت دي لسبب علشان عايز الصفحة تطور شوية ما تروحش تطلع علي سفر في السكند عايزها تتوصل حتى لثانية ولا لاثنين عشان نقدر نفهم ونشوف الكود طيب خلصت صفحتي دي صفحتي يا جماعة خلصت كده خلاص نروح بقى للإند تايم الإند تايم اللي هو برضو مايكرو تايم هيجيب لي الوقت بعد ما الصفحة بقى تعمل لها جينيريد كل حاجة بعد ما عملت صفحتي كاملة هيروح جيب لي المايكرو تايم تاني وعشان تتأكدوا هروح انا اطبع الشكل ده إيكو ستارت تايم هنا وبعد ما اطبع الإند تايم هنا هطبعه تاني عشان نشوف شكله إند تايم طبعت هنا الستارت تايم قبل الأري بتاعتي هنا اهو وطبعته بعد الأري بتاعتي بالشكل اللي هون شايفينه ده طبعا هتلاحظوا ان فيه اختلاف طبعا بينهم ده وقت الكريت وده وقت بعد الأري ما تكريتت طبعا الوقت يختلف طبعا طيب كويس جدا. نلغي بقى الايكو دي خلاص. حكا انا بنضبعها من باب التست علشان نشوف. ونبدأ نشوف هنعمل ايه? هقول له بقى variable اسمه time taken. الوقت اللي خدته الصفحة علشان تعمل generate للمحتوى بتاعها. بيساوي ايه? بيساوي ال end time. اللي هو اخر وقت وصلت له ناقص ال start time. يبقى ده جماعة ال time taken. اللي هو من اول ما الصفحة بدأت. لحد ما انتهت. الحتة اللي في النص دي. هي دي. ال time taken. ال time taken دي بقى بعد ما احنا طلعناها. هنعمل بيها ايه? تعالوا بقى الاول نتبعها. كل حاجة عايزين نتبع كل حاجة نشوف شكلها ايه? قبل ما نعمل فيها اللي احنا عايزين. عادي time taken. واروح لاخر الصفحة. عادي time taken. الوقت اللي خدته الصفحة فعليا علشان تتكرهين. تلات تلات اجزاء. تلاتة من عشرة من السانية. وكل الرقم اللي نشوفينه ده اللي هو بيجيب لك طبعا الرقم كامل. هنيجي بقى هنا علشان نجيب بس عدد ارقام معين. هنبدأ نستخدم الحاجة التالتة اللي احنا كتبنا هنا. اللي هي الراوند. راوند يا جماعة يطلع لك عدد عدد ارقام معين بعد العلامة العشرية. عن طريق ايه? هقوله time taken بيساوي. راوند. راوند بتكتب جواها المتغير بتاعك ان انت عايز تطبق عليه الكلام ده. كمى. وهنا حاجة اسمها بريسيشن. بريسيشن. اللي هو جماعة بريسيشن دي معناها الدقة. يعني انت حط هنا مثلا رقم خمسة. رقم خمسة ده هيعمل لي ايه في time taken دي? رقم خمسة. يعني بتقول له انا عايز خمس ارقام بعد العلامة العشرية. بعد اللي هي دي. طيب. اروح انا اقول له time taken بيساوي round time taken وكتبت له رقم خمسة. اروح طابع تاني. في الشكل ده. واروح اشوف الداني ايه? بصوا معايا الداني ايه? اتنين سبعة اتنين زيرو اتنين. يعني انا كمان حددت عدد الاركام اللي بعد اللي هي بعد العلامة العشرية. عن طريق البريسيشن دي. طيب. عايز بقى اطبع رسالة بقى عشان افهمه. اروح انا اقيل له. page generated in. وبعدين time taken. وبعدين مسافة. واكتب جنبها كلمة second. بالشكل ده. واقول له. بعد ما اعمل لي اللي انا شايفينه ده. الاري بتاعت دي. انزل تحت خالص. عليك اتب لي page generated in. وعدد السواني اللي انتوا شايفينها دي. ولو رحت انا جوه زودت سفر. اولا من واحد لمليون طبعا الصفحة احتمال يعني تبقى بطيقة جدا جدا يعني. نشوف مع بعض كده الصفحة. لسه بتتكرت لحد دلوقتي. شايفين? لان انا قلت له من واحد لحد مليون. هنشوف مع بعض. لحد ما الصفحة تكمل. شايفين نشوف عدد السواني. او ممكن يا جماعة نقلل الرقم شوية. نخليه مسلا ستمائة الف مسلا. بدن مائة الف. او ربعمائة الف مسلا. قلو ريلود. نخليه عدد اهو تلتمية. قلي. اللي هي مسلا اربعة من عشرة او تلاتة واربعين من مية او ربعمائة وتلاتين من الف وهكزا. وبردو لو راحت زودت الربعمائة خليها خمسمية. نشوف وقت كريت تاع الصفحة. بيعدد اهو لسه. كتب لي. لما ارجعه طبعا زي ما انتم عارفين لخمسين الف مسلا. تلاقوا الصفحة في اقل من ثانية. واحد من عشرة اتناشر من مية. مية واحد وعشرين من الف. ودي يا جماعة طريقة عمل تقدر تعملها باكتر من طريقة تقدر تستخدم وتقدر تعمل حاجات كتير جدا عشان توصل للفكرة. لكن انت اهمك في الموضوع في البرمجة بصفة عامة ان كل حاجة بتتعامل باكتر من طريقة. يعني مش معنى ان انت عملت الطريقة وطريقة تانية يبقى الاولى دي غلط. لأ كل الطرق بتؤدي لنفس الكود في الاخر. لكن الاداء زي ما قلنا في الدرس بتاع الانترو الخاص بالبيليلست. يا ربنا يا جماعة الكود يكون بسيط وسهل. هتقدروا تشوفوا المايكرو تايم والراوند والرينج بالتفصيل الممل في كورس البيتش بي الموجود في القناة. يا رب الدرس يكون عجبكو. يكون بسيط وسهل. واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي. وشكرا.